نورني النهاردة النجمة ده أمير عبد الحليم الناقض أرياضي ومدير تحرير موقع في الجولد.كوم أمير أهلا بيك أهلا بيك هاني انفاجأت بالموقع حلوة عجبتني تسلم يدي اللي اشتغل عليه أخبارك ايه؟ الحمد لله انت أخبارك ايه؟ عامل ايه؟ كله كويس يعني شفت ازاي الجولة لقولها من الدول والله مبسوط جدا عشان أولا كثافة الأهداف 12 جول مطش الاتحاد واسموحة فكرة انه رايح جاي فكرة ان اللعبة الحماس بتاع البداية ده عجبني أتمنى يستمر وأطقم الحكام وإن كنت اتلخبطت بينهم وبين جنش شفتجاء وبين بسام برضو طب كويس ان انت ما اتلخبطتش ما بين الحاكم وارضية الملعب التالي دي كانت تلخبط أك مطش الاتحاد واسموحة كان فيه عندي مشكلة في الألوان في الألوان بس يعني فاكر التويتا بتاعتي خربية الموتعة يا رب الدور المصري ما يبدأ لكيب تتأثناء مطش ليفربول ومنشاستر سيتي وقاتها فيه حد يدخل رد علينا احنا الاتنين ورح قال لنا أجماعة يبتقولوك كده عن الدور المصري إلي berتتمشتغلوا عليه النهاردة الدور المصري بصراحة هو اللي بيرد علينا وإحنا بنعتذر يا جماعة عن التويتا دي الدور المصري انت بتحطني معك لي انت اللي كذبتها وانت اللي عملت ربلاي احنا كنت بتحك أعجبتني كلمة ازاي بقى شفت البداية النهاردة وعجبك ايه في البداية النهاردة طيب البداية كانت كويسة جدا جدا فنيا تعال نقول ان الدور المصري فنيا مش دوري سيء هو دوري كويس فنيا النهاردة انا حاسس انه اعلى ليه حاسس انه اعلى لان في عندنا اجانب المفترض ان ده بقى فرز اول احنا السنين اللي فاتت على مدار العشر سنين اللي فاتوا كان عندنا مشكلة في عدد او في كواليتي الاجانب اللي كان بيجي لدوري المصري ما كانوش افضل حاجة وغالبا كان بيجي لنا ناس تقعد الموسم ما تسجلش اهداف ما تشاركش في مطشط وتمشي ولا كأننا وفي الاهل وفي الزمالك مش في الاندية بس الصغيرة النهاردة فيه خمس محترفين اجانب بيسجلوا لاربع فرق ده بيقول ان فيه مستويات افضل من الاجانب والحقيقة ان ده من يعني حاجة من ضمن حاجات كتيرة كانت عجباني النهاردة تعال نبتدي برقم واحد طبعا الغذارة التهدفية منتكلم عن 12 جول وده اعلى رقم من ساعة ما الدوري بقى 18 فريق اعلى رقم في الجولة في اليوم الاول بالزبط في اليوم الاول للدوري يعني من قبل كده كان سنة 2002 2003 موسم 2002 موسم 2003 كان سجلت 14 جول وكان وقتها الدوري 14 فريق بس الجولة كلها كانت بتلعب في يوم واحد يعني الجولة كلها كانت تلعب يعني طبيعي ان العدد ده هيزيد بالزبط انت بتتكلم في 3 مطشات 12 جول ده معناها ان فيه شكل هجومي للفرق ومطش السموحة واللي التحاد تحديدا كان مثير يعني مطش البنك الاهلي وطلع الجيش كان حالو والناس استمتعت بأداء الفريقين رغم ان النتيجة تقولك ده كان مطش وانساك جيل اه هو مش طرف واحد خالص البنك الاهلي يعني اللي السحوات كان من طلع الجيش بس البنك الاهلي استغل غياب علي الفيل وكان عندهم سرعة كبيرة في المرتدات وبصراحة علي الفيل النهاردة يعني اثبت كنته كمدافع هو مش موجود ان الدفاع طلاع الجيش اللي شفناه صلب ضد الاهلي في الدوري وضد الاهلي في السوبر النهاردة بيظهر بالهشاشة دي ومحمد بسام كمان شال فرستين كممكن نتيجة تبقى اكبر من جده فالنهاردة المطش كان سجال ما بين الفريقين بس البنك الاهلي بمرتداته وبيهجومه الكويس جدا محمد يلال على فكرة واحد من افضل اللاعبين اللي شفتهم بيتمركزوا جوه منطقة الجزاء وعندهم قدرة على انهاء الفرص يعني اي حد بيلعب فانتازي دور المصر لازم يحط محمد يلال محمد يلال ممكن يكون ما بيلعبش كتير بس لما بيلعب بيسجل الراجل النهاردة نزل عشر دقايق جاب جولين الجول التاني يعني حلوته وهو بيهرب من مسيط التسلل وبيهرب من الرقابة وبيتمركز جوه منطقة الجزاء ويفنش احلى من الجول نفسه مظبوط وهو بالمناسبة يعني واضح ان هو اخدها جد قوي السنة دي كان معيه على التليفون من شوية قادي لأ دا المسلم دا مختلف خالص وتحديات والمنتخب هدف اساسي ونتائج الفريق لانه متضاق من فكرة انه الفريق اللي كان بيلع فيه هبط اللي هو دي ديجلة وكمان يوشاد جدا بالكابتن خالي جلال وهو بينزله قال له انت هتسجل رغم انه وقتها كان طلع الجيش هو اللي ضاغط وكابتن خالي جلال مميز في الموضوع ده كريم بامبو بينزله بقول له انت هتسجل فكابتن خالي جلال مميز في فكرة انه بيدي للعابين دوافع اضافية في المباراة طيب دي النقطة الاولى النقطة التانية بقى النقل التلفزيوني واظون الناس كلها النهاردة استمتعت بمشاهدة المباراة تبتتكلم ان 3 مطشاط فيهم فرقتين بس جماهيريا على اعتبار ان سموحة يعني لها اعضاء نادي ليه اعضاء فنقول ان اعضاء النادي هم جماهير سموحة لكن الاتحاد فعاليا هو النادي صاحب الشعبية الاكبر ولكن رغم كده التلات مطشاط شاهدوا نسبة مشاهدة عالية جدا الانترنت كله الناس بتتكلم على السوشال ميديا عن التلات مطشاط بتقيم اداء فيوتشر بتتكلم عن اداء فرقه ده ليه لان هم شايفين صورة حلوة مخليهم قاعدين يتفرجوا طبعا مع القيمة الفنية والاداء الفني في المباراة ومع ان الدوري وحش الناس على فكرة البداية القوية النهاردة للدوري الراحة اللي حصلت ما بين المسلمين دي اي يوم بيبقى مساعد في ان الدوري اللي بعده كويس فاحنا نعتبر واخدين فترة راحة ما اعتدناش عليها في المواسم اللي فاتت دي اكيد مفيدة العيبة يرجع فريش العيبة يرجع جاهزة للمطشاط فدي نقطة اعتقد ممكن تأدي الاستمرار النتائج او المستويات الكويس بس اخد بالك ان ده لما كان بيحصل قبلك كده كان احيانا اللعيبة مش بتظهر بشكل كويس بالزبط يتبقى العيبة وزنها زايد فيقولك اصلاحنا محتاجين فترة اصلي فيه اصابات بتحصل في بداية الموسم وبتأثر علينا لا النهاردة فيه جاهزية للفرق الناس اتقرست برضو من فكرة انه اهدار النقاط في اول كام جولة ده ما ينفعش يعدي زي زمان بيستهلها عوض في الدور التاني لا انت اللي لوضيعت في الدور الاول هتندم الدور التاني واخد بالك ده سبب ان اغلب الاندية في اجتماعها مع ربطة الاندية قالت ان احنا عايزين نلعب مندورين ليه الناس بتسأل هو الاندية ليه مش عايزة تاخد راح لا ايا مش فكرة الاندية مش عايزة تاخد راح الاندية خايفة الاندية خايفة تخسر في الدور الاول نقاط كثيرة فتيجي في الدور التاني ما تلحقش تعوط فتهبط هو ده خوف الاندية طيب خلينا نرجع للنقل التلفزيوني علشان بصراحة دي حاجة انت فكر اظن في حدسة الاهل وطلع الجيش في الموسم الماضي قعدنا يمكن نتكلم عن موضوع ان احنا مش متأكدين الكرة جول ولا لا كتير فالنهاردة احنا شايفين كل حالة ضربة الجزاء التانية للاتحاد السكنداري احنا خلاص عارفين ليه الحكم حسابها انا متأكد لو بجودة تصوير التلفزيوني الموسم الماضي احنا ما كناش نبقى عارفين الحكم حسابها ليه ما كناش حنبقى شايفين تبقى حسابها ليه عشان رجله ولا ديه لا انا شايف علشان الرجل طبعا في خبطة رجله واضحة انا بصراحة بقول ان هي مشكوك فيها مش بأكد ان هي قرار خاطئ انا حاس ان الغندور هو اللي هو خد اخبط رجلي حط رجله وبين رجل مدافع سموح دي بقى النقطة اللي انا عايز اتكلم فيها دي النقطة بقى اللي انا نفسي ان انا شوفها من الجولات الجاية انا عايز اشوف وانا قاعد بتفرج في البيت الحكم بيشوف ايه في شاشة الفار دي نقطة انا شايف انها مهمة احنا النهاردة عملنا جودة نقل محترمة اتش دي 8 كاميرات في مطشاط مش جماهرية فانا عايز اشوف بقى الحكم بيبقى شاف ايه في الفار ومش عايز اشوف الحكم من ظهره وهو بيشوف الفار عشان برضو الناس تبقى واخدة بالها لا انا عايز الشاشة متقسمة الحكم بيشوف الفار بيرجع وبيقدم وانا كمان بشوف على الناحية التانية فاقتنع بوجه انه شاف اللي انا عايز اشوفه انه شاف اللقطة اللي خلياني متلخبط وانا كمان شفت اللي هو عايز يشوفه يعني النهاردة شوف انا بس انا بقولك رجله انت بتقولي ممكن تكون بسبب ايده لو احنا شايفين الحكم بيعيد ايه في الفار هنبقى ساعتها عارفين هو بيقصد انهي حالة ممكن بقى مختلف ممكن بقى تقولي والله انا شايف انه كان بالغ في تقديرها نقولك لو والله عنده حق واتحسب اتقابلك كده بس في النهاية هنبقى عارفين انهي حالة فدي انا عايز اشوفها الحقيقة عايز اشوف لوجو للدوري المصري النهاردة كان فيه حاجة لطيفة جدا ان في الاعادات النقل بيبقى بلوجو الرابطة لا انا عايز لوجو الدوري المصري انا عايز يبقى فيه لوجو للدوري المصري وانا اعتقد ان كان فيه تصريحات قبل ان ندخل على الهاواء على طول من الاستاذ احمد دياب رئيس الربطة بيقول ان هم هيشتغلوا على ان يبقى فيه لوجو للدوري المصري انا عايز يبقى فيه لوجو للدوري المصري وعايز اللوجو ده يبقى ظاهر في شاشة التلفزيون يعني ياخد جنبي كده بشكل شيك بشكل لطيف علشان لما يبقى فيه نقل اللي بقى للمباريات دي على الانترنت وده اللي حصل النهاردة الأول مرة من فترة طويلة يبقى أنت بتسوق للمنتج بتاعك عايز أشوف تشانل على اليوتيوب موثقة باسم الدور المصري فيها أهداف بالضبط فيها أهداف وفيها ملخصات لأنه أنت أحيانا بتلاقي مثلا فيه ملخصات معمولة باجتهاد من الناس مش بشكل رسمي وبتفتحها بتلاقي واحد بيلعب فيفا ولا تنسوا الاشتراك في صفحاتنا عزيز المشاهد لكن أنت برضو ما يجب لكش الضربة الجزاء انت محتاج تشوف ضربة الجزاء جات إزاي وده بيكون بشكل رسمي مش بشكل أن حد اجتهد بله شكر لكن هو في الآخر دي حاجات بمسويقية فيها مقابل وعلى فكرة وهي حاجات موجودة مثلا يعني الدوري الألماني ليه تشانل على اليوتيوب رسمية بتنزل ملخصات رغم من الدوري الألماني حقوقه في الوطن العربي مع شبكة ما الدوري الإيطالي كان ليه برضو نفس الشانل موثقة بتنزل ملخصات رغم من الدوري الإيطالي كان موجود حقوقه بثه في الوطن العربي مع شبكة ما ما كانش فيه مشكلة ما كانش فيه تعارض بالعكس أنت بتكسب من هنا وبتكسب من هنا بتكسب من يوتيوب وفي نفس الوقت أنت بتسوق للمنتج بيتأس أنت المنتج بتاعك فنيا حلو أنت النهاردة شفت حلوته النهاردة شفت أنه هو فعلا أنت عندك حاجة ما تتكسفش أنه أنت تتفرج عليها الناس في السعودية وفي تويت وفي الإمارات وفي أفريقيا كلها يعني مثلا ده لا يمنع أنه من المواسم يعني إحنا ده دوري مصري يعني طول الوقت المشاهدة كبيرة عليه طول الوقت لأنه اسمه بعرقته كفيلة بأنها بجماهريته اسم الأهلي والزمالك والأندية الجماهرية الأخرى كفيلة بأن المشاهدة أصلا تكون موجودة إحنا ما بنتحدث عنه دلوقتي وحسك عايز تختلف معي براحتك ما بقى أتحدث عنه دلوقتي هو أن إحنا إزاي نطور ده أو إزاي نستغل حلاوة وعراقة الدور المصري بالضبط إحنا متفقين كده مش مستطلفي إحنا عايزين نجيب أرضية جديدة يعني عايزين نجيب قاعدة جماهرية جديدة مثلا يعني لو الناس في جنوب أفريقيا عايزة تتفرج على مطشاة الأهلي عشان بيسوا موسماني خدوا يا جماعة الملخصات هاي لو الناس عايزة تتفرج في تونس على المحترفين التونسيين في الدولة المصري خدوا يا جماعة الملخصات هاي النهاردة أيمن الصفاكسي بيجيب أول جول فيوتشر في مشاركته الأولى في الدولة المنتاز شوفوا نجمكم تقلق إزاي شوفوا نجمكم ضيع انفراد بعدها إزاي بمناسبة أنك مش هتلاقي ملخصات دلوقتي يعني فعمل قطع كرة حلوة وروغ حلوة وانفرد حلوة لكن محمد صبحي تقلق في صدها على فكرة محمد صبحي يعني حنيجي نتكلم عن الناس المتقلقة يعني بس محمد صبحي أنا بلعب في فانتزي الدولة المصري فمحمد صبحي أنا بختاره الحارس النهاردة طبعا من داخل فيه جولف بس الراجل يعني كان ماشي في طريق الكلين شيت عمل مطش مميز جدا النقطة بقى الأخيرة اللي أنا عايز أشيط بيها هي النقطة التنظيمية النهاردة يا هاني شفت كم واحد حوالين الملعب في تلات مطشاط سماعت صوت تقريبا انت شفت المنظر الطبيعي اللي انت بتشوفه في أي دورة في العالم انت شايف كذا 8 كاميرامان وقفين متوزعين في الملعب عدد محدد من المصورين الصحفيين وبسكت وحامل الكرات طبعا أكيد بس ولا شفت واحد رايح يبوس حسام حسن بعد ما مطش الاتحاد واسموحها ما خلص ولا شفت واحد راح يتصور سيلفي مع اللعيبة أو هي خارجة من الملعب في تنظيم رائع جدا في عدد الناس وفي الناس الموجودة حوالين الملعب فمشوفناش مناظر شكلها وحش فبالتالي لما كان فيه لقاءات تلفزيونية بعد المباريات مع المدربين واللعبين كان المنظر شكله حالو كنت بتلاقي المدرب أو اللعب واقف وراه اللوجو النادي بتاعه أو لوجو ربطة الدور المصري وبيعمل اللقاء التلفزيوني بشكل عادي جدا هل عودة الجماهير هتعيد هيبة الأندية الجماهيرية دي قدام الفرق اللي السنوات الماضية بقت تقدر تاخد منها نقاط هيدخل الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد اللي ما كانش ليجوا مهور النهاردة كتير هيدخلوا المباريات وهم سبقين خطوة منافسهم؟ أعفقد ومن اللي أنا شايفه إن الموضوع مش هيبقى بالسلاسة دي أنا شايف ناس كتيرة بتشتكي من يعني ارتفاع سعر التذكرة الإجراءات أنا لسه وأنا داخل معك كان فيه صديق بينقشني على الفيسبوك على إن مبلغ 300 جنيه في البداية ده مبلغ كبير جدا إنه هو يدفع 100 جنيه تمن التذكرة مع 100 جنيه تمن الفان اي دي مع 100 جنيه علشان يستخرج شهادة من وزارة صحة وشايف إن ده مبلغ كبير في البداية ده غير إن مبلغ 100 جنيه ده تمن التذكرة مش هيخلي مثلا المشجع الأهلاوي أو المشجع الزملكاوي أو المشجع الإسماعيلي أي مكان هيحضر كل المطشاط هو أكيد هيحضر مطشاط لكن مش هيحضر كله فممكن تلاقيه يقولك أصدر ده مبلغ كبير وأنا لسه هسافر كمان محافظة تانية يمكن فخلينا روح مطش يكون مطش تقيل الأهلي والزمالك الأهلي والمصري الزمالك والإسماعيلي لكن لما هيجي بقى مثلا الزمالك وفاركو مثلا يعني يقولك لا والله ده أنا مش حروح مطش زي ده خد الخطوة التالية بقى تبقى التذكرة الموسمية بقى أو مشجع مع التذكرة الموسم كله أعتقد وقتها هيبقى ساعتها فعلا الموضوع هيبقى أفضل بكتير بزرط هيبقى أسل طيب قبل ما سيب الدوري تحب تقول أي إضافة في النهاية عن اليوم الأول للدوري يعني عايز أقول إن موضوع جودة اللاعبين الأجانب ده أنا كنت قبل كده عامل سلاسل مع المدربين الأجانب ومع اللاعبين الأجانب في أحسن فترة بشوفها للدوري المصري اللي هي ما بين 2000 ليه 2010 كان دايما إحنا في الفترة دي كنا فعلا بنجذب أفضل محترفين يعني كان سهل جدا أنت تروح تجيب أجوجو مثلا وهو من نجوم منتخب غانا ومن نجوم كاس هوم الأفريقية كان سهل أنت تروح تجيب وهو رايح مع أنجولا كاس عالم ويرجع ويكمل معاك ويتقلق معاك ويكمل معاك بشكل عادي وجلبرتو يكمل معاك يعني كان عندك قدرة أن أنت تستقطب نجوم بفضل إيه بقى بفضل أن كان في دوري جماهيري جاذب لللاعبين جاذب للمدربين ده نقطة مهمة جدا أن أنت كنت الدوري الجماهيري الأول في أفريقيا وفي الشرق الأوسط وطبعا كان فيه التزام كبير من أغلب إدارات الأندية تجاه المحترفين وكان في جدوى المنتظم أنت خد بالك ما ينفعش أن أنا النهاردة روح أكلم مدرب أو لاعب وقل له تعالي ألعب في صفوفي وأنا مش عارف حديك أجازة أنت تروح تشوف فيها أسرتك وده نقطة مهمة جدا دي بتخلي المدرب يفكر مرة واثنين وثلاثة واللعيب يفكر مرة واثنين وثلاثة ممكن يطلب شروط تعجزية زي مبلغ معين زي شرط جزائي تبقى يبقى مش في صالحك أي مكان بس الحاجات دي أنا شايف أننا مع وجود ربطة الأندية واللي أنا متفايل بيها بشكل كبير بعيدا عن الأسماء بس هو عمتا خطوة أننا يبقى فيه ربطة الأندية دي خطوة أحنا بنادي بيها بقالها سنين فأنا شايف أننا نقدر أننا نوصل لده في خلال سنتين تلاتة نرجع فعلا للقدرة دي على أننا يبقى عندنا أفضل مدربين وأفضل لعبين أجانب ما نبقاش دايما بنشتكي أن اللعيب بيجي يلعب عندنا سنة وبعد كده بيروخ راحة لدورة تانية فيوتشر شفنا له جمهور النهاردة تفتكر هيستمر تواجد جمهور لفيوتشر في المنشطة المقبلة؟ أه أعتقد بشكل لأن من الواضح أن طبعا الجمهور مش دافع الميت جنيه عشان نبقى متفقين عشان كما بقول لك أه أتوقع واضح أنه يعني روحوا مع المنش يحضروا النهاردة بس بس ماشا تحيلو وبعدين عجبني برضو حمسهم اللي هو قال ألا قوله فيوتشر ريجي كله دي برضو يعني جمهور كرة ويعني كان فيه غنية كمان برضو في البداية يعني أنه اجينا عشان فيوتشر الحقيقة جدا اللي هو حسسك أنه الراجل ضرب مشوار مثلا من آخر الداني علشان يروح يستاذي السلام يتفرج على المتش طيب خلينا سيب معاك الدوري بكرة طبعا عندنا تلت لقاءات أخرى أهمهم الزمالك هيلتقي مع إمبي حامل اللقب يلتقي مع إمبي في اليوم التالي الأهلي يلتقي مع الإسماعيلي وبالتالي يوم بكرة كبير وبعده كبير ونفتتم اللقاءات بإذن الله يوم الخميس بلقاء المصري مع غزل المحلة ولكن عايز أن نتقل معاك بقى إلى يوم دي طبعا لقاءات بكرة إن شاء الله يجونا مع سيراميك كيريباترا المقلون العرب مع شرير الدخان والزمالك مع إمبي مبارح كان يوم الدربيات العالمي 24 أكتوبر الناس كلها مستنياة من بداية الإعلان عن الجداول والجماهير راحت بشكل مكثف جدا للقاء يونايتد وليبربول كانت مستنياة كمان قبل أو أكتر شوية من لقاء الكلاسيكو طبعا أنت ببصري لو عايزنا باركلك مبروك فوز ريال مدريد في الكامب نو على برشلونا فوز مستحق برشلونا ما عملش مباراة سيئة زي ما كان الناس قال أنا بل كان بيحاول يدرك التعادل وهزمة في النهاية 2-1 شفت إزاي اللقاء ده طيب وأنا ما تفرجتش على الشوط الأول ليونايتد وليبربول علشان نتعمل بساعة بالمباراة دي بساعة بالمباراة دي بساعة وأنا عارف أن الناس هتقولك دلوقتي في حد يسيب المتعة دي ويتفرج على القرف ده بص هو المباراة كانت متكافأة بشكل كبير بس كان فيها فينيسيوس وفينيسيوس عمل الفرق بشكل رائع لدرجة أنه هو خلى كوما يغير من جيزة ما بين الشوطين ويرجع ديست بعد ما كان بدي بمفاجأة كبيرة أن ديست بيلعب وينج أنه يرجع تاني يلعب باك ونازل كوتينيو بالضبط ونازل كوتينيو فلما هتجي تتفرج على الماتش هتقول أن برشلونة لعب حلوي ليه علشان أنت متوقع أن برشلونة هينزل يحصل فيه مشاكل زي اللي حصلت ضد بارني ميونيخ في دوري أبطال قر الشوط الأول اللي أهضرها بغرابة والجول اللي سجلوا أجويره وغير كده ما كانش فيه أي فرص خالص لبرشلونة أنا حسيت أن برشلونة محتاج أونجول من ريال مادريد علشان يسجل لكن ريال مادريد كان ليه فرص أكتر ريال مادريد كان بيوصل أكتر الشوط الأول تحديدا فينيسوس كان عامل قلق كبير جدا ديفيد ألابا بيثبت أنه هو فعلا صفقة سوبر هو بيثبت ده من بداية الموسم بس فكرة أنه حقيقة يعني فسكيز ومليتاو كانوا عاملين كوارث دفاعية على الجابة اليمين والراجل يعيني كان عمال بيروح يغطي عليهم الجول اللي جابه ده هو قطع الكرة من دباي على حدود منطقة الجزاء اللي هي وظيفة كازيميرو بس هو قطعها وسلم فينيسوس وكمل حركة لحد ما فينيسوس فتح الملعب لرودريجو بزكاء وبعد يكار رودريجو سلم ألابة على حدود منطقة جزاء برشلونة فسجل ألابة فالحقيقة أن لما هتيجي تبص على الكواليتي بتاع الفريقين الفريقين فعلا المباراة مش هتبقى جازبة جماهرين أنا مقتنع أن لو كان ليفربول ومنشاستر رونيتي تبادئ كمان قبلها بساعة كانت الناس هتروح برضو للماتش ده محدش كان هتفرج على كلاسكو غير المشجع الهاردكور ومش هقول له ما فاتكوش كتير يعني اللي هيبقى بالزط اللي هيبقى مبسوط هو مش هجع ريال مدريد برشلونة جمهوره قافش جدا على كومان وكأنه هو سبب كل الكوارث وأنا بقول أنه أنا غير مقتنع بفكرة أنه هو سبب الكوارث لكن هل ترى أنه عودوا بأن فيه تطور هيحصل في المستوى هتيجي بنتيجة في النهاية لا هو أنا شايف أنه كومان مدرب غير مناسب لبرشلونة هو آه برشلونة فيها كوارث إدارية بس هو كومان أصلا هل هو المدرب الأنسب لبرشلونة أنا ما أعتقدش كده تماما هو أصلا أنت لما هتيجي تبص على تاريخ حتى كومان التدريبي أنا مش شايف أن تاريخ كومان التدريبي يخليه مدرب لبرشلونة ولا حتى كمان مستقبل كومان يعني كومان مش المدرب على سبيل المثال يقدر ياخد فريق ويوصله لمنصات التتويج لأنه ما عملش كده مع أي فريق دربه وفي نفس الوقت ما هواش أحسن مدرب يطور ناشئين أو شباب لأنه برضو ما عملش كده هو ممكن يكون يعني يعني حلوة أنه أختار فاندايك على سبيل المثال لما كان في ساوس هامتون وقدمه للدورة الإنجليزية لكن باستثناء كده أنا ما بشوفش أن كومان هو المدرب الأنسب لبرشلونة هو جاي في فترة كان برشلونة عادي فيها ميسي وسوارز وجريزمن وفيها الأسماء الكبيرة عادي جدا هو اللي اختار أن سوارز يمشي وهو اللي هو اللي تقال له اختار أن سوارز يمشي طب ولما ميسي يعني هو عمتا هو مش بس كده هو سوارز نفسه لما بيجي يلوم حد عن رحيله عمبر شهوم هو بيلوم كومان يبقى من الواضح أن كومان كان مبارك لده أو كان شايف أن أنا مش محتاج سوارز طب إنت بقى بدلت سوارز بمين؟ ببريسويت وي لوك ديونج حاجة لو رحل مين اللي يمسك بما أنه هو هو بيقول أن الإدارة وثقة فيه والإدارة بتقول أنها وثقة فيه فقد يستمر لكن إذا رحل مين المناسب لي؟ والله أنا كنت بشوف أن لويس إنريكي لو متاح لبرشلونة فهو يعني هو لويس إنريكي وقت ما كان ماسك برشلونة كان جمهور برشلونة بيقول عليه سباك بس وقتها فعليا علشان الفريق كان عنده هجوم ناري ميسي وسوارز ونيمار وعلى فكرة الفريق داخلت خمسية سوى كانش يمكن بلعب أحلى كورة مع لويس إنريكي بس دلوقتي مقارنة الوضع اللي فيه برشلونة بأيام إنريكي فطبعا إنريكي هيجي يعمل طفل أعتقد إنريكي خلاص ثبت أقدامه مع منتخب إسبانيا مقبل على كاس عالم كان بينفس على لقب بطولة دور الأمم الأوروبية فأعتقد أن صعب رحيله عن منتخب إسبانيا فيه زي تنهج مثلا مدرب أكس مرشع مما إنه من أحسن المدربين تطويرا للشباب والفرقة دلوقتي فيها الشباب أنا بشوف إن تشافي أعتقد إن تشافي ممكن ياخد فرصة وأعتقد إن أنت في مرحلة إن أنت الناس هتصبر عليك لو نتائج وحش بالضبط إن أنت يعني دي شبيهة يمكن بنفس المرحلة بتاعت جورديولا إن أنت كنت خارج من موسم كارسي مع ريكرد فلما جيت قلت للناس أنا هجيب مدرب مالوش تاريخ تدريبي وجايبه من فريق برشلونة بي بس هو بيتمتع بثقة يوان كرويف لدرجة مخسر حتى أول مباراة ليه في الموسم الناس كانت صبرة فالموسم ده خلص في الآخر بسوداسية أو ممكن موسماني ينفع؟ ما تقولش كده لحسن هيرد علينا على التفايل هي ليست سخرية بل هي تمهيد لحديث حصل النهاردة على تويتر زي ما بيتكلم أمير وهي أنه أحد المشجعين أو ربما مشجعين من جنوب أفريقيا كتب تغريدة عمل فيها منشن لمستر بيتسو موسماني المدير الفاني لنادي الأهلي قال له فيها زي ما قدامكم على الصورة بيقول أنه الرجل الوحيد اللي ممكن يرجع منشستر يونايتد لأيام المجد هو المدير الفاني بيتسو موسماني وعمل له منشن ورد عليه موسماني قال له شكرا أنت عارف أنه أوروبا لسه وقتها مش مناسب دلوقتي للمدربين يقصد المدربين لأفرقى يعني قال له أنه ده ممكن يحصل لأحفادنا تكلم بعد كده على أنه يمكن على الأقل الأهلي غير المبدأ بتاع أنه ما ينفعش مدرب أفريقي يتولى فليه لا الأهلي غير بأنه فتح المجال ليا مثلا كابتسو موسماني أنا أدرب الأهلي قال له أنه دلوقتي عندنا قصص بنحاول هنشتغل عليها ويمكن نعلم أولادنا أنه يكون بنسبة لهم ده أمر ممكن لكن هو بكل تأكيد يونايتد زي ما بيقول موسماني إذا فكر في رحيل سولتشاير فلن يكون موسماني هو البديل بص يعني هو أنا مقتنع بالألم موسماني لسه لسه مفيش فقه كبيرة في المدربين أصحاب البشرة الصمراء خاصة إذا لم يعملوا في أوروبا من قبل وده منطقي لأن فيه تجارب كتيرة فشلت قبل كده زي سيدورف على سبيل المثال مع ميلان سيدورف باسم الكبير يعني بس طبعا هي ملهاش علاقة يعني ملهاش علاقة لون بشرتك بس هي ملهاش علاقة بالبشرة قد ما هي بالانتماء لأي قارة يعني سيدورف مثلا في الآخر يعني هولندي لو يدرب ميلان وهو أسطورة ميلان فتمشي لكن هي ليه علاقة بالانتماء أنك خارج القارة الأوروبية ومش من أمريكا الجنوبية أنت من أفريقيا فهي ما حصلتش فهي لو حصلت مرة ممكن وتنجح ومعتقدش أصلا أن احنا دلوقتي فيه مدرب أصمر البشرة في أي فريق يستحق أن يدرب فريق أوروبي كبير بالضبط فهي مش ربط مش ربط ما بين الاتنين وفي نفس الوقت موسيماني هو فعلا عمل نجاح كبير بأنه هو غير تفكير كبير جدا من قطاع الجمهور في شمال أفريق مظبوط مظبوط طيب هل أنتونيو كونتي بمناسبة منشستر يونيتد واللي هو يبدو قريبا لأن الاتصالات واضح أن هي متزايدة معه هو حل لمانشستر يونيتد بديلا لسولتشاير لا ما أعتقدش بصراحة يعني هو راجل كثير الصدام مع إدارات الأندية مع النجوم فالموضوع سيبقى صعب جدا يعني أنا بتخيل وهو داخل خلاف مع رونالدو في قط اللبس عشان رونالدو ما بيضغطش على مدافع الخص هيبقى ساعتها إيه الحل مش عارف يعني رونالد يعني لما رونالدو يروح يقول له أنا بجيب لك خمسين جول في الموسم فأنت عايز بتلومني أن أنا ما ضغطش على مدافع هيبقى إيه ساعتها الرد كنت عليه ولما كنت هيدخل في خلاف مع الإدارة علشان هو عايز يجيب لعيبة بكواليتي معين هم بيقول له لأ مش دلوقتي هو هيبقى برضو رده عليهم إيه فأعتقد أن مانشستر وينايتد هو يعني نادي محتاج مدرب أفضل من سوليشاير بس مش كونتي يعني زيدان ممكن يكون حل مناسب زيدان حل كبير زيدان حل رائع بس معرفش زيدان حيوافق ولا لا بس كونتي اللي هو الراجل الكثير للصدام اللي هو شخصيته حتى كمان في التعامل شبيهة بمورينيو ما بتكلمش دلوقتي عن أسلوبهم الفني يعني بتكلم عن الشخصية طب ما أنت دخلت في مشاكل مع مورينيو لعيبتك دخلت في مشاكل مع مورينيو فعلى سبيل المثال يعني كنت لما كان مرشح لريال مدريد سيرخي وراموس اعترض يعني قال ما ينفعناش ده راجل ما بيحترمش قط اللبس وهم الاتنين دخلوا في تلاس ونلافذي وقتها يعني أعتقد في وجود رونالدو في وجود أسماء كبيرة برضو في مانشستر رينايتد زي بوك بقى مثلا راجل برضو محتاج أنه يتدلع فأعتقد هيبقى صعب كونتي هو زيدان على أي حل بحسب التقارير أعلن أنه غير مهتم بتدريب مانشستر رينايتد من جانبي أرى أنه كونتي قد يكون مناسبا أو طبعا هو كده كده هيكون أنسب من سولتشاير لكن أرى مناسبا لأنه أرى مناسب لأنه أولا شخصيته قوية المانشستر واضح أنه في حالة يعني التراخي غير مبررة المبارح مش بس ماتش مبارح لكن كمان الفريق نفسه ما تدخلش المبارحة هو وانت واثق أنه هيكسب حتى لو بيلاعب فريق مش كبير وده من بداية الموسم أنا شايف أنه في مشكلة في أن أنت تقدر تتعامل مع الكم دمع النجوم وفي نفس الوقت تقدر أن أنت تنقلهم رؤيتك الفنية أنا بصراحة كنت بحس أن أول ما منشستر حتى الماتشاط اللي اكسبها أول ما منشستر وانت بيمسك الكورة أي لعيب عايز يعمل أي حاجة بيعملها بصراحة يعني مع كونتي ده مش هيحصل مع كونتي ده مش هيحصل بس في نفس الوقت أنت ما تقدرش تضمن أن كونتي مش هيدخل مع لعيبة يونيتد نفس الصدام اللي دخلوا في تشيلسي نفس الصدام اللي دخلوا في انتر ميلان أن أحسن مدرب قدر أنه يتعامل مع فكرة توليفه دي من النجوم يعني في الفترة الأخيرة هو زدان كل الكلام اللي حصل ده عن مصير أو عن المدير الفني المحتمل ليونيتد هو بسبب خسارة إمبارح وما قبلها ليونيتد وتحديدا خماسية تاريخية في ملعبه أولد ترافورد قدام لبربول إمبارح كان منها هاتريك تاريخي لمحمد صلاح صلاح إمبارح بيوصل الإبداع يسجل هدف جميل يتبعه بهدف أجمل يتبعه بهاتريك قدام منشستر يونيتد فمدينة منشستر الآن خائفة جدا وتحلم بكوابيس بسبب صلاح شفت إزاي الأداء اللي قدموا صلاح مبارح وانتصار ليبربول عموما على يونيتد مواصلة للأداء الرائع اللي بيقدموا صلاح من بداية الموسم من الواضح أن ليبربول استفاد من فكرة فترة التوقف اللي ما كانش فيها مشاركات لمحمد صلاح والساديو ماني والنابي كايتا في الصيف كان فيها مشاركات أوروبية للعبين في المنتخبات الأوروبية واللعبين اللي في أمريكا الجنوبية علشان بيشاركوا في كوبا أمريكا لكن أغلب لعبي ليبربول المهمين كان عندهم فترة راحة كافية في الصيف أن هم يستعدوا لبداية الموسم الجديد وطبعا احنا كلنا خلاص حفظنا ستوب يورجان كلوب وعارفين قد إيه هو مهلك بدنيا فأنت محتاج فعلا أن أنت تدخل بلاعبيك في أحلى أو في أحسن أو في أعلى فرمة بدنية وده اللي واضح في أداء صلاح واضح في أداء ساديو ماني واضح في أداء فاندايك اللي دلوقتي ليبربول بيكسب رهان أنه هو رفض مشاركته مع منتخب هولندا في اليورو فليبربول بادئ الموسم بشكل كواس جدا ناس كتيرة كانت متوقعة لأن كالعادة ليبربول داخل بقيمة ما فيهاش بودلاء كثيرين أنه مش هيكون منافس بنفس القدر المانشستر سيتي وتشيلسي لكنه لحد دلوقتي ماشي بخطة ثابتة ومتصدر الدوري الإنجليزي مع تشيلسي فهو الحقيقة أن ليبربول أنا شايف أنه بادئ الموسم بشكل رائع زي وزي محمد صلاح اللي بادئ الموسم بشكل ممتاز هترك بقى محمد صلاح فهو ده استمرار لأداء أنا بشوفه خرافي بيقدمه محمد صلاح أنه بيسجل في عشر مبارات متتالية غاب عن مطش واحد بس عن التسجيل ضد بيرنلي الموسم ده ده أداء احنا ما كناش بنحلم به وبصراحة يعني مش بس عشان هو مصري احنا أداء ما كناش نحلم به من أهل عيه في العالم يعني عشان نبقى بس ده دوري إنجليزي معلم يعني الكلام ده لما كان مثلا بيحصل من رونالد وميسي في الدولة الأسباني كان برضو بيبقى فيه في النص بقى ريال بلد الوليد غير ناطا فرق برضو يعني على الله يعني إنما إنما أنت بتتكلم عن إن الراجل بيسجل في مانشيسر سيتي وفي تشيلسي وبيسجل هاتريك في مانشيسر رونيتد وفي النص يروح مدي لأتلتكومادريد جولين ويدي بورتو جولين في دوري أبطال أوروبا وبيدي ميلة يعني فالراجل عنده ثبات في المستوى ما شاء الله نمسك الخشب يعني نتمنى إنه هو يستمر لحد نهاية الموسم علشان بقى يعدي الموسم الأول الخرافي طيب سؤالين أخيرين واحد أوروبي واحد محلي قبل ما نختم وهو جائزة أفضل لعب في العالم البالوندور اللي هتتقدم في نهاية الشهر اللي جاي بإذن الله هقرب معاك عشر لعيبة يلا بي من التلاتين المرشحين الأخيرين لقنص الجائزة ورتب لي أو اختار لي أحسن خمسة من الخامس للأول تمام نعرضهم على الشاشة تفضل بص قبل بس نقول كده علشان السؤال ده تكار من الناس كتير جدا هو البالوندور أصلا بتتحسم إزاي لا من تحسمها لأ أنت بقى بمعاييرك ما تحطيش معايير البالوندور أنا ماشي أنا بس عايز أعرف في الناس طريقة يعني مين بيصوت فيها لأن البالوندور مختلف عن زابست البالوندور 180 صحفي حول العالم مفيش قادة منتخبات مفيش لعبين 180 صحفي بيختاروا الترتيب خمسة الأول بياخد ست نقط التاني بياخد أربعة التالت بياخد ثلاثة التاني بياخد اتنين والخامس بياخد نقطة وفي الآخر خالص طبعا بيرتبوهم بحيث عدد النقاط لو اتنين تساو بيختاروا أكتر واحد صاحب المركز الأول طيب تمام اللاعبين اللي قدامنا في الصورة هو من اليمين هنا جورجينيو كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي محمد صراح هالند ليباندوفسكي برونو فرناندي سمبابي لوكاكو وكارين بنزيمة اختار لي خمسة منهم من الخامس مرورا بالرابع وانتهاءا بيالأول بمعاييري أنا بمعاييرك أنت طيب الخامس جورجينيو تمام الرابع ميسي تمام التالت بنزيمة أوكي التاني لوفاندوفسكي والأول صلاح ماشي مش هنختلف كتير طيب أنا أختار الأول محمد صلاح ماشي التاني هختار ليفاندوفسكي لا كريم بنزيمة تمام وده بسبب تأثيره مع النحيتين يعني منتخب فرنسا مؤخرا في دولة مع منتخب فرنسا في بطولة لعب ماتشين ويجري اه ايوة لأنه هو كان منتخب فرنسا افتقد كريم بنزيمة طيب مع أولاد معهم اليورو وهم بطل العالم وخرجوا من دور الستاشر عادي ما لباندوفسكي يعني اللي واخد بولندا لغاية نهاية كاسعالم بس على الأقل الراجل ما بيفوتش ماتش البولندا اللي وبيسجله فيه جول اتنين مظبوط وعشان كده اخترته التالت لأنه تأثير بنزيمة مع ريال مدريد أقوى كثيرا من تأثير لباندوفسكي اسمعني هقولك ليه لأنه باير ميونيخ تشكيلة مرعبة لباندوفسكي مرعب كمهاجم لكن عنده ما يدعمه كريم بنزيمة مع ريال مدريد كان بيواجه انتقادات عنيفة طول الوقت فبرحيل كريستيان رونالدو وخروج عدد كبير ورقص مستوى عدد كبير من اللاعبين في الفريق فكريم بنزيمة مبدع طيب تسمع بقى وجهة نظر مشجع لريال مدريد هكمل لك التلاتة اللي بعد كده ولا تخش بس علشان الحتة دي سريع يعني بنزيمة على عينه وعلى راسي كمشجع لريال مدريد بس في النهاية ولا كسبنا كاسل مالك اللي هو بطولة عادي ممكن سهلة جدا نجيبها من جيرو نالدو ولا كسبنا الدولة الأسباني في أسوأ مواسم برشلونة وفي الآخر خالص مع كاملة احترامل أتلتكو مهما كانت تشكيلته ما هياش أسوأ من ريال مدريد خسرنا الليجة دوري أبطال أوروبا عادي جدا يعني خرجنا من السيمي فاينل ما هو ليبركول ما خدش ولا دوري ولا دوري أبطال أوروبا ولا صلاح خد حاجة مع منتخب مصر بس صلاح مستوى فردي بس أركامه الفردي أعلى بكتير من بنزيمة طبعا بالزبط طيب سيبني بقى كم صلاح كريم بنزيمة ليباندوفسكي ليونيل ميسي جورجينيو اختلفنا بس في لوكاكو بنزيمة ايه؟ اختلفنا بس قصدي في ليباندوفسكي وبنزيمة اه والتاني والتالت جورجينيو فيه ناس بتحطه في الأول قوي علشان إيطاليا وعشان تشيلسي سواء يورو أو دوري الأبطال لكن أنا شايفه أنه ما كانش أهم العيب في تشيلسي في الفوز بل أنا أخطار كانت يعني عنه لكن أنا شايف أنه عشان مرشح أنه يدخل أو أنه يكون من ضمن الخمسة الأوائل فحطيته رقم خمسة على أي حال ما اختلفناش قوي يعني ما اختلفناش بس يعني أنا بصراحة بصراحة أنا شايف أن صلاح لو كان من أوروبا ومن أمريكا الجنوبية كان حسم البالوندور بص إحنا نتكلم عن راجل جاب هاتريك في منشاة رونايتت تمام؟ ده لو كان رونالدو كان جورجينيو وأخت رونالدو وأخت جورجينيو وبنت عم جورجينيو زمان هم بقى منزلين ستوريز طب العالم كله منزل ستوريز بيقول فيها أن محمد صلاح محمد صلاح ما عندوش نفس البروباجندا اللي بيقدمها نادي كبير زي ريال مدريد لبنزيمة ولا بيقدمها العالم والصحافة لنجوم زي رونالدو وميسي الحقيقة متفق معك لكن مستوى صلاح خلى حتى غير المنتمين للبروباجندا بيروحوا بيعملوا بروباجندا لمحمد صلاح ده ما بيكسبش بالوندور بيكسب هقولك ليه ما بيكسبش هدي لك مثالين بس شنايدر في 2010 والراجل اللي كسب كل حاجة مع انتر ميلان ولأ وسيبك حتى من مودرش ريبري في 2013 وهو كسبان كل حاجة مع بيرني مونخ في 2010 ميسي خادها وهو خارج يعني مش هقولك حتى تشافي أو إنيسا اللي كسب وكسب عالم لأ ده هو خرج مع الأرجنتين من دور الستاشر ورونالدو يعني كان خرج من سيمي فاينال دور الأبطال وريبري الغلبان أنا أرى أن لو هنتكلم على المستوى فصلاحي يستحقها لو هنتكلم على البروباجندا وتأثيرها فهو بيحصل حاليا على ما يستحقه من بروباجندا سواء إعلام إنجليزي أو إعلام عربي عالمي أنا شايف كده حتى على مواقع تواصل اجتماعي أنت مختلف شوية أنا مختلف شوية عادي جدا وعشان اختلافك ده أنا هاختم الحلقة أمير مشكورك جدا على وجودك معي شكرا نورتيني نورتون أنتو كمان في الماتش النهاردة كالعادة مشاهديني وأعزائي الأصدقاء بإذن الله غدا اللقاء جديد الساعة 11 على شاشة صدق البلد فتحيات كل فري العمل وتحياتي هاني حتحوت إلى اللقاء